احنا عملنا اتفاق استثماري يعني ايه اتفاق استثماري؟ يعني مصر كدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كدولة اتفقوا مع بعض على نهما يعملوا عقد استثمار مشترك فعقد الاستثمار المشترك ده عايزين يستثمروا فين؟ يستثمروا منطقة راس الحكمة ولسه في عندنا تلات مدن تانيين تلات مدن تانيين دول زي النجيلة وزي سيدي براني وزي جرجوب ده كده ما كلمك على السحل الشمالي الغربي فقط لسه ما كلمتكش على السحل الشمالي الشرقي ولا كلمتك على سواحل البحر الاحمر المهم خلينا في اللي احنا فيه فعملنا عقد اتفاق بموجب عقد الاتفاق فان هناك دفعة مقدمة وهذه الدفعة المقدمة هي التي أدت إلى ضرب الدولار في مقتل طيب ما هو من أسبوعين لما بدأنا الكلام على راس الحكمة فحصل انه فعلا سعر الدولار في السوق الموازي بين قصين السوق السوداء اتهبد وانهار على عكس بعض المزعين اللي قالوا فين الناس اللي بتقول الدولار ينهار أهو يا أستاذ الدولار بينهار هو نهار قبل كده وبينهار تاني دلوقتي ولسه هينهار أكتر هينهار أكتر امتى تاني أكتر من اللي موجود دلوقتي بعده أسبوعين ليه بعده أسبوعين لأنه ده جزء من النصوص هذا الاتفاق التاريخي اللي هو أكبر اتفاق استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر هذا الاستثمار كمته مش 35 مليار ده الدفعة المقدمة 35 مليار متقسمة زي الدفعة المقدمة دي متقسمة كالقاتي عندي بعد أسبوعين أحصل على إيه أحصل على 15 مليار في عشرة مليار جداد لنج نضاف جايين يتحولولي من الإمارات العربية المتحدة إلى البنك المركزي المصري كل ورقة ورقة تتبح رقبة يمامة جداد ما كانوش موجودين طيب أم للخمسة التانين الخمسة دول كانوا موجودين من ضمن الودائع الإماراتية اللي في البنك المركزي فهيتم التنازل عنهم لصالح مصر فيصبحوا ملكنا عيانا بيانا ما بقوش مجرد وديعة طيب وكانوا محسوبين جزء من الدين الخارجي المصري يبقى عمليا كده بعد أسبوعين الدين الخارجي المصري انخفض قد إيه بعد أسبوعين خمسة مليار بخ قدي كده واحد طيب واحدة واحدة بس طيب ولسه أنولي لكم كده فيديو جرافة تتفرجوا عليه لكن في عندي عشرة مليار تانين ناخدوا البنك المركزي بقى إن شاء الله بعد أسبوعين تخيال دول لما يخشوا البنك المركزي البنك المركزي بالتأكيد مع بقية المجموعة الاقتصادية هيبدأوا يشوفوا الاستغلال الأمثل والأفضل لهذه العشر مليارات أنا مش عايزة ديلك جرع التفاقل أكتر فأقول لك هو أنت ناسي الصفقة بتاعة مجموعة هشام طلعت مصطفى واللي بمجابها مصر تحصل على 700 مليون دولار كمان أو في دفعتين متأخرتين من صندوق النقد الدولي برضو بحوالي 700 وكسور مليون دولار كمان يعني أنت بتتكلم تقريبا في حزمة تقدر بحوالي 11.5 مليار تقريبا 11.400 واربعين أو عشرين حاجة كده هنتصرف فيهم إزاي هنا بقى المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي هيبدأوا يفكروا هنتصرف إزاي مما لا شك فيه فيه جزء كبير جدا هيذهب فين هيذهب بالتأكيد لتشجيع التصدير فيه جزءها هيذهب لإيه للوفرة الدولارية لدى الناس اللي بتستورد الخمات واللي بتستورد مكونات الانتاج لأجل تشجيع الصناعة والباقي الدولة هتشتغل عليه لكن برجعك على هو الدولار كان وصل لكام كان الدولار وصل الصعود حتى استقر تقريبا على رقم قبل توقيع الصفقة بيومين مش بيوم يومين وصل تقريبا لحد 65 طلعت الأخبار نزلت على المواقع يوم الخميس الصبح أن مجلس الوزراء هيصدر بيان بشأن صفقة استثمارية عملاقة فالدولار بدأ ينزل وحدة وحدة وتاتا تاتا جينا يوم الجمعة أنا كنت من الناس اللي اتشرفت جدا بحضور هذا التوقيع التاريخي جينا يوم الجمعة حصل هذا التوقيع نقل على الهواء مباشرة وبالرغم أنه كان ينقل على الهواء مباشرة أنا لم أملك غير أن أنا قعد أصوره بالتليفون بتاعي وأنا قاعد لتسجيل هذه اللحظة لنفسي أنه زي مجموعة من الزملاء مجموعة من النواب إلى آخره مجموعة من الحكومة مجموعة من الزملاء الصحفيين كنا موجودين بنشهد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ مصر استثمارية بدأ الدولار يوصل الهبوط حتى يقال تاني حتى يقال أن الدولار مسجل تقريبا حوالي 48 جنيه وأنا وإنت بنتكلم في بعض آخر بيقولك لا 45 في بعض بيقولك 47 في بعض بيقولك 49 أو 50 بصرف النظر يعني احنا هنا بنتكلم على من 45 ل50 بعد ما كان وصل لحوالي 65 طبعا في فترة سابقك 75 وصل الهبوط بعد كده يالي تاني بقى 65 بعد كده وقع تاني الحمد لله وعمليا لأنه الاتفاق تم توقيعه الدولار في خبر كان ألف سلام مع السلام اطوي الصفحة دي طب تعالي نشوف الاتفاق ده فيه إيه كمان الاتفاق ده تاني ما هواش 35 مليار طب يوسف انت قلت على 15 أقولك آه ماهنا بعد شهرين من يوم الجمعة يبقى أنا عندي كده إيه أسبوعين أدي 15 يوم بعد الخمستاشر يوم دول بحوالي شهر ونص 45 يوم تانيين يبدأ يخش الجزء المتبقي من مبلغ المقدم في هذا الاتفاق اللي بيقدر بحوالي لا مش بحوالي هو بعشرين مليار دولار أمريكي برضو يستقر جوه البنك المركزي طيب اللي جاي من برة جديد تاني يدبح رقبة اليمامة قد إيه آه العشرين دول شيل منهم ستة يبقى فاضل كام 14 يبقى 14 جوداد لانج نوفي حاجة عشر على عشر ويفضل ستة كانوا موجودين أصلا في البنك المركزي أيضا جزء آخر من الودائع الإماراتية بالبنك المركزي المصري فيتم التنازل عنهم لصالح مصر فيبقى خلال شهرين من يوم الجمعة اللي هو مبارح انخفض الدين الخارجي المصري بمقدار 11 مليار دولار تاني يعني بعد شهرين بعد 59 يوم ينخفض الدين الخارجي المصري 11 مليار دولار دفعة واحدة ويتبقى عندك مبلغ زيادة عن الاحتياط اللي موجودة 24 مليار دولار السؤال هل دول هينفعون طبعا ينفعون دول يسدوا الفجوات التمولية يسدوا الفجوات التمولية هل هنحطوهم كلهم لسد الفجوات التمولية بالتأكيد لا تاني هذه الامور بتقاس وتوزن بميزان الدهب فعلا بنك المركزي وزارة التخطيط وزارة المالية وزارة الصناعة كل واحد هيبدأ هنوع بقى نفكر مجموعة الاقتصادية هتقعد هنستغل الفلوس دي ازاي الاستغلال الامثل اول الاولويات هي الصناعة 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 الصادرات 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 وبعدين هنفكر في الحاجات التانية يبقى أنا كده بتكلم على آدي الخمسة وثلاثين مليار بس كده لأ الصفقة لسه مكملة أولا هيحصل ضخ استثماري في هذا المشروع العملاق بقيمة مية وخمسين مليار دولار طيب مصر هتاخد حاجة تاني آه طبعا مصر شريك من عندي هيبقى فيه شركة ما بين الدولتين اسمها شركة راس الحكمة مصر بقى بموجب هذا الاتفاق تحصل على إيه؟ تحصل على خمسة وثلاثين في المية من العائدات ألف حمد وشكر حاجة كمان؟ آه طبعا حاجة كمان لأن المشروع ده بيستهدف إيه مولانا بقى؟ المشروع ده كمان بيستهدف زيادة عدد السائحين القادمين إلى مصر بمقدار تمانية مليون سائح بسبب راس الحكمة بس فما بالك لو اشتغلنا على جرجوب واشتغلنا على سيدي براني واشتغلنا على النجيلة يبقى إيه؟ تعالى ناخد متوسط هنقول إن التلاتة دول هنشتغل كل واحدة فيهم على ستة مليون سائح يبقى أنا كده بتكلم على إيه على تمنتاشر مليون وراس الحكمة تمانية يبقى أنا كده بتكلم على ستة وعشر مليون سائح زيادة ده مثلا لكن خليني في الواقع راس الحكمة مستهدف تجيب لي تمانية مليون سائح تقديرات دايما وزارة السياحة عندنا لما تيجي تاخدوا بالكو في العائدات بتاعة السائحين بيحسب إنه السائح بواحد بألف دولار يبقى التمانية مليون يساوي تمانية مليار ده حتى الآن بالتأكيد العائدات أزياد من كده لأنه الترويج السياحي بتاع المنطقة دي يختلف بالكلية عن الجذب والترويج السياحي اللي شفناه في حياتنا كلها لأنها هتسوق بطريقة تانية خالص المشروع بقى جوه إيه دي حواديد نحكيها لكو بعدين طيب